إذن صرح تنموي عملاق يضاف إلى الصروح التي شهدناها الفترة الماضية في إدارة منظومة المياه المصرية بكفاءة شديدة تابعنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة مصرف بحر البقر لمعالجة المياه هذه المحطة التي تعتبر الأكبر على مستوى العالم والأطخم عالميا والتي تخدم بطاقة انتاجية يومية تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي 20 مليار جنيه مصري للمزيد من المتابعة حول هذا الافتتاح وحول أيضا منظومة وإدارة الموارد المائية في مصر ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية أهلا بك دكتور يعني بداية كيف تابعتم هذا الافتتاح اليوم والإضافة الخاصة لهذا المشروع الذي يعتبر الأطخم والأكبر عالميا في مجال معالجة المياه أهلا وسهلا بحضرتك وجميع السادة المشاهدين أنا عايزة أقول اللي احنا كلنا بنشوفه النهاردة هو يوم جديد يضاف إلى سجل نجاحات الدولة المصرية واللي بتأكد فيه على مدى الحكمة ومدى الرؤية في إدارة هذا الملف الهام والحيوي جدا ملف المياه اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة لما بنتكلم على أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي في العالم هذه المحطة هي الأكبر من نحة في العالم النهاردة بتحصل على ثلاث شهادات دولية أكبر محطة في المعالجة أكبر محطة في معالجة الروبة والرواسب هي أكبر محطة في استخدام تقنيات حديثة زي الأدون في عمليات التعقيم الأرقام اللي احنا بنشوفها النهاردة ولما نبص على طرح زي اللي شايفينه كلنا النهاردة مدينة كبيرة نتحرك فيها يمكن كتير ما نجيبش آخرها تقنيات حديثة إدارة على أعلى مستوى تنصيق ما بين جهات الدولة وبعضها شوف النهاردة التنصيق اللي بيتم ما بين الهاء الهندسية للقوات المسلحة وما بين وزارة الإسكان وما بين وزارة الري وما بين وزارة الزراعة الحمد لله لم نعد بعد نعمل في جزر منعزلة بيحصل تكامل في الملفات ما بين كل الجهات وبعضها محطة النهاردة بتضيف للميزان المائي المصري خمسة وستة من عشرة مليون متر مكعب ما يقرب من اثنين مليار متر مكعب فقط في موقع واحد ده تحدي كبير جدا مش موجود في كل العالم سواء العالم المتقدم أو غيره فمصر النهاردة عندها رسالة قوية جدا بتقولها بتقول ان انا بصرف وبستثمر وبحط مئات المليارات منها عشرين مليار فقط في محطة المعالجة وفي منظومة النقل زائد في حوالي ما يقرب من 140 مليار لمنظومة الاعادة الاستخدام والزراعة والنقل والمواسير والروافع العملاقة اللي احنا بنشوفها النهاردة عشان يبقى فيه رسالة قوية بنقول احنا بنحافظ على كل متر مكعب من المية موجودة عندنا في مصر كانت بتلقى في بحيرة المنزلة ومنها الى البحر المتوسط النهاردة احنا بنوقف خمسة وستة من عشر مليون وبنحافظ على اتزان البحيرة وده كان مهمة قوي الرسالة اللي اسمعناها كلنا النهاردة احنا يمكن المصرف بحر البار احنا بنتكلم تقريبا حوالي 8 الى 9 مليون متر مكعب يوميا انا ما خدمونش 9 مليون كلهم خدنا خمسة وستة من عشر مليون عشان دي رسالة ترد برضو على لأي حد ممكن يقول لا احنا بنوقف المية وبالتالي هنأثر على بحيرة المنزلة كل شيء بيدرم بالاكس يعني حتى كان ملاحظ جدا بتكاتف جميع الجهود وجميع المتخصصين صحي كان ملاحظ جدا فكرة البعد البيئي في هذا المشروع انه بيحمي بحيرة المنزلة من التلوث دكتور يعني عايز اسأل حضرتك فيما يتعلق بمردود هذا المشروع المباشر على اهلنا في سيناء على المواطن السينوي بشكل خاص وبشكل عام على المواطن المصر المشروع النهاردة فندم ده مشروع تنموي من الطراز الاول ولما نقول تنمية مفيش تنمية بدون مية هذا مشروع الخير لجلب الخير على ارض الخير ارض سيناء النهاردة عشان نتكلم على اهلنا اللي موجودين هناك اللي بيبنوا واللي بيعمروا واللي موجودين وقاعدين مفيش اي بناء ولا تعمير بدون مياه نظيفة مياه للشرب مياه للزراعة الى اخره لاحصنا النهاردة ان تزامنا مع افتتاح هذا المشروع لاعادة الاستقدام في الزراعة يمكن العديد من مشروعات التحلية في سيناء شمال وجنوب سيناء بيتم افتتاحها لمية الشرب فانت بتوفر للمواطن على ارض سيناء الغالية جميع مقومات الحياة واولها المية النهاردة مية الشرب متوفرة فتقدر تسكن وتبني وتعيش مطمئن وفي نفس الوقت مية الزراعة متوفرة فتقدر النهاردة نزرع ما يقرب من 500 الف فدان نصف مليون فدان تقيم عليهم كل الانشطة المختلفة الحياتية اليومية حضرتك بتتكلم في تنمية حقيقية ليست فقط كمشروعات مشروعات وبشر تنمية حجر وبشر في نفس الوقت ده بيستلزم ايضا دكتور سيد انشاء مجتمعات عمرانية جديدة في شبه جزيرة سيناء والتوسع في مدن جديدة لاستعاب يعني الايد العاملة واستعاب كل من يعمل في هذه المشروعات النهاردة يمكن كلنا شاهدنا واسمعنا كلمة دولة رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمخطط الاستراتيجي للتنمية بما فيها المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات اللي بتتبني النهاردة على اعلى واحدث طراز يناسب الموقع ويناسب البيئة المحيطة اللي موجودة فانا اتفق مع حضرتك تماما النهاردة بنتكلم في مجتمعات عمرانية جديدة بنتكلم في انشطة بنتكلم في خدمات بنتكلم في كهرباء بنتكلم في شبكة من الطرق فعشان كده عايز اقول له حضرتك ده ييجي في طرق ما يطلق عليه التكامل حضرتك مش مركز بس على حاجة واحدة حضرتك بتتكلم عليك جميع نواحي الخدمات وجميع نواحي الحياة اللي فعلا تأهل ان يبقى فيه تنمية وتنمية حقيقية موجودة على ارض سيناء ذكر ايضا رئيس الوزراء يعني في كلمته رقم انه منذ تحرير سيناء وحتى 2014 ما انفق لعمليات التنمية داخل سيناء لا يتجاوز بضع عشرات المليارات لكن من 2014 وحتى الان الرقم وصل الى كما ذكر رئيس الوزراء الى حوالي 700 مليار جنيه دلالة هذا الرقم ودلالة الاهتمام الشديد من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية بسيناء الاهتمام بسيناء اهتمام كبير جدا النهاردة لما بنتكلم على استثمارات في حدود 700 مليار جنيه ده تقريبا يمكن نفس الرقم اللي اعلنته الدولة المصرية للعمل في برنامج حياة كريمة لجميع محافظات مصر فعايز اقول لحضرتك النهاردة بقى المواطن في سيناء في قلب وفي عقل الدولة المصرية المواطن في الريف المصري سواء في الدلتة او في الصعيد في عقل وامام بصر الدولة المصرية النهاردة احنا بندرك اللي فات علينا من عشرات السنين وبندركه وبنتدركه في فترة صغيرة جدا لجميع الشهادات اللي بيشهادها النهاردة المواطن نفسه لانه ده دليل النجاح ان المواطن يرى بعينه انه فعلا فيه تنمية حقيقية واصلاله وجياله سواء بنتكلم في شبه جزيرة سيناء سواء بنتكلم في مدن القناة سواء بنتكلم في الدلتة سواء بنتكلم في الصعيد بقى المواطن المصر النهاردة هو خيره شاهد وزي ما تملي القيادة السياسية بيقول دي خطوة من الف خطوة لكن هي خطوة كبيرة وخطوة كل العالم بينظر لها النهاردة ان مصر بتتحرك وبقوة وفي وقت قياسي احنا تقريبا بنتحدى الهندسة وبنتحدى المعدلات وبنتحدى نفسنا في التنفيذ وان شاء الله جميع كل المجهودات تكلل بالنجاح وتصل للمستهدف منها تباعا احنا على طول الحمد لله كل يوم النهاردة فيه جديد انت مش محتاج تستنى سنتين ثلاثة عشان تشوف مشروعات انت تقريبا كل سهرين ثلاثة بتشوف مشروع مية هنا ومشروع طريق هنا ومشروع تكلية هنا ومشروع الزراعة هنا اعتقد المشروعات كلها مشروعات خير وبتنبق بالخير دكتور سيد يعني كان واضحا جدا اليوم في كلمات الرئيس انه الى جانب ان الدولة لا تألو جهدا وانها لا تتأخر عن اي مشروعات في خدمة المواطن لكن على المواطن ايضا كما اشار الرئيس واجبات عليه ان لا يتعدى لا يتجاوز فيما يتعلق الجسور المجاري المائية التعدي على الاراضي الزراعية كان كلام الرئيس النهاردة حاسم في هذه المسألة انه لن يسمح بعد اليوم باي تجاوز للدولة ودعا المواطنين يعني بالحفاظ على مقدرات الدولة المصرية كيف تقرأ هذه التصريحات الدولة لن تتقدم ولن تستمر في هذا الاداء الممتاز الا بتكاتف جميع الجهود الدولة من ناحية والمواطن من ناحية دولة النهاردة بتجيب استثمرات وبتستثمر وبتعمل مشروعات لكن دور المواطن النهاردة والمواطنين يعني احنا انا مواطن وحضرتك مواطن واهلينا واخوتنا في القرى وفي المدن المصرية لازم نحافظ على ده احنا اللي بنصرفه النهاردة ده المفروض يعيش معانا لمدة عشرين تلاتين سنة لقدام لو لم نتكاتف كلنا فالحفاظ على المجار المئية والحفاظ على الاستثمرات والحفاظ على المشروعات اللي بتتعمل الدولة النهاردة هتنفذ مشروعات بس مين مين اللي هيحافظ على المشروعات دي المواطن اللي موجود النهاردة يرشد استهلاكه يحافظ على التبطين اللي بتعمل في الترع يحافظ على المشروعات اللي موجودة لا نتعدى تاني بقى على الاراضي الزراعية وعلى المجار المئية ده مش بقصة حقنا النهاردة واحنا عايشين ده حق ولادنا وولاد ولادنا لقدام فلازم نحافظ النهاردة على سبيل المثال لما معالي وزير الرأي يقول أن عندي في فرع رشيد القطاع اللي حصل عليه تعدي اللي كان بيمرر 80 مليون متر مكعب يوميا النهاردة بيمرر 30 مليون أقل من 40% وهو مواطن بيأثر على مواطن تاني وهو المواطن اللي موجود في نهاية الممر والمجرم مقدرات تخص المصريين وتخص أيضا الأجيال المقبلة بشكل صحيح الأرض الزراعية النهاردة ليه نتعدى عليها شوف النهاردة تكلفة الفدان وصل قد إيه شايف النهاردة حضرتك المشروعات بنتكلم في 160 ولا 150 مليار جنيه وصلت الفكرة دكتور يعني هي فعلا مقدرات تخص الأجيال المقبلة ويجب الحفاظ عليها من كل المصريين أشكرك شكرا جزيلا دكتور سيد إسماعيل لنائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية